عندما تعتقد أن شخصا ما قد اختفى فمن المهم أن تتصرف بسرعة لبدء عملية البحث عادة ما يتوجه المواطنون لمركز الشرطة لتقديم بلاغ عن المفقودين ليتم اتخاذه لإجراءات الفورية لبدء عملية البحث الأمر هنا أنه عندما ينسى مواطن يلاحظ غياب أحد أفرائلته يتقدم مباشرة دون انتظار 24 ساعة بعد أخذ سماعة أقوال المصرح المبلغ عن اختفاء على أحضر سماعة أقوال يتم تحرير تقرير إخباري أولي إلى سيد وكيل الجمهورية المختص إقليمي وهنا وفورا تباشر الأبحاث الميدانية الأبحاث المستوى الميدان تشاركها كل مصالح الشرطة بتخصصتها على عسيها الشرطة القضائية الأمن العمومي ويبدأ التحري السري لإيجاد الشخص أماكن التي تواجد فيها أماكن التي دائما مثلا المدرسة يستعين أقارب وجيران المفقود أحيانا بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للاستراع في عملية البحث غير مدركين العواقب النفسية التي ستتركها هذه المنشورات على المفقود بعد إيجاده ناهيكا عن نشر صور وبيانات الشخص بعض الحالات تحتاج إلى تنبيه وسائل الإعلام وتوظيف محقق خاص لسيما إذا تطورت القضية لحالة اختطاف وأفضل حل هو التوجه للمصالح الأمنية للعطور على الشخص المفقود في وقت وجيز